ازايكم يا صحابي النهاردة ماما هتعملك للذيذ لما نسألها ماما نعم يا يوس النهاردة هتعملك لإيه نهاردة عملالكم بطاطس مخمرة وبنيت طب بعمل كاتشاب لا طب تمية ولا تمية طب ميونيذ ولا ميونيذ ماشي أنا فكرك يا سامي يا سامي نعم يا جو ماما دو النهاردة مش عاملة كاتشاب تعالى تعالى نعمل لها طريقة ماشي ماشي يالله يا رأيك نعمل لها كاتشاب حاجة جميلة كده ماشي يالله يا سامي النهاردة ماما عاملة بطاطس وبنيت ولا عاملة كاتشاب ولا ميونيذ ولا تمية الحال الحال ان انت تعمل الكاتشاب اللذيذ بتاعك وانا هكون المساعد بتاعك يا يوزي يالله بينا تابعونا يا اصدقائي وشوفوا الكاتشاب اللذيذ بتاعي يوزي ورجعنا لكم بطريق الكاتشاب نعمله سوا والمساعد السمير نجهز لكل حاجة زي ما قلت لكم شاطر المساعد السمير نعم اتل المالح عاد خض بعدها عطل الصرصة حاض تفضل مشوا جماعة حط المالح على الصرصة الوقت بعدها كامشاعد السمير اتنشا تفضل بعدها معلقة سكر اضافة خل معلقة خل بعدها ايه تانية اضافة اقلب بعدها اضافة الماء اضافة ايه تواعي اضافة الماء اضافة 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 ايه تانية اضافة الامر اضافة الامر ويا جماعة دلوقتي كاتش هاب اخش النار خمس دقايق وطلعوه تابعونا دلوقتي يا جماعة انا اقلبوا على النار لمدة خمس دقايق ومتواصلة او هنقلبوا لحد ما يتقل معادي خلاص كي هاشيني دلوقتي بيتقلب ويبطاط هنقلبوا ايه حلو ونقلبوا معاة البنات تابعونا ايوه انت تابعونا انا منخلص بعد خمس دقايق وطلعو ده كاتش هاب الحلو بعد مخلص وربي اعجبكم تابعونا تابعونا عشان نوريكم ازاها نساعد بابا واما بحاجات تانية كتير تابعونا 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 شكرا